دائماً إحنا بنتكلم ودائماً سوبرت البلدنا والدورينا لكن الدور المصري مازال لا يفرز لاعب دولي على مستوى عالي إحنا بنتكلم بكل أمانة يعني الدور المصري بنحاول نحن يعني سوبرت ليه وبنقومه لكن هل الدور المصري حيفرز لعيب على مستوى عالي؟ هل المدربين اللجوم المدربين الأجانب اللجوم ويمكن قالوا بعض النقاط المهمة جداً قالك مازال اللعيب المصري في الدور المصري ما عندوش الأساسيات نفسها لتكوين لاعب دولي بمستوى عالي طب إحنا بنقدم من خلال المحترف أولاد صغيرين إحنا قدمنا أولاد عندهم 17 و 16 سنة لغاية 22 سنة دلوا عندهم البيزيك اللي بتكلموا عليه عندهم الأساسيات وبالتالي دي هيكون مكسب كبير جداً لمنتخب مصر في المستقبل بصوا دايماً لقدام هيجي منتخب الشباب حيلعب وحيطلع على المنتخب اللي هم بيه هيكون داعم للمنتخب الأول وزي ما بقول عمر مرموش أكبر دليل إنه هو جي بالصدفة يعني جي كيروش أعتقد قالك طب إحنا عايزين نشوف كمان اللعيب المصر دا اللي بيلعب في ألمانيا هاتوا معنا المعسكر جعب أول مباراة أمام ليبيا أحرز هدف وبقى عنصر مهم في منتخبنا القومي طبعاً وجوده مهم جداً بيشارك بشكل كبير جداً تحركاته ممتازة جداً عنده بعض الكرارات شوية محتاجنا هو يشتغل عليها غير كده تحركات رائعة جداً في المراوغات الصحيحة في ألمانيا في البونسليجا في الموسم الأخير يعني تخيلة كابتنانيا ما يكون اسم مصري برضو موجود بلست من ناحية الأرقام والإحصائيات والمراوغات بيلعب دول كبير جداً شوفناه عمر مرموش وأعتقد كمان نوع حباليه أدوار الفترة الجاية كابتنانيا في النواة يكون إنسايدر ويخش جوه ويكبر المهاجب وزي ما بقول المنتخب السنغالي تقريباً كله يعني أكثر من 50-70-80% كله كان بيلعب أو مجنس أو عنده جنسية مختلفة فنتكلم على حتى الدور الفرنسي على المنتخب الفرنسي بتكلم على منتخبات كبيرة منتخب الدزائري منتخب تونس منتخب المغرب كلهم عندهم شغف للناس اللي بتشتغل بره بشكل سليم